السلام عليكم في هذا الفيديو سوف نتكلم عن موضوع يعني متداول مؤخرا وهو أنه ارتفاع معدلات القبول في كثير من التخصصات العلمية وخصوصا الطبية فكما تعلمون بأن هذا الخبر يمكن أن يكون صحيح ويمكن أن يكون خطأ في نفس الوقت لأنه سدب نسبة النجاح في البكالوريا ونسبة المعدلات العالية في البكالوريا فالتخصصات الطبية تأخذ يعني بمعدلات من 16 فأكثر أما إذا كانوا بزافة الناس جابوا 18 و17 يعني نسبة قليلة سوف تأخذ طب بمعدل 16 أما إذا كان الأكس فسوف تأخذه بمعدل 16 وممكن حتى ينزل إلى 15 صديق نسبة المعدلات العالية التي طلبت هذا التخصص فالأمر يرجع للنسبة المئوية لمعدلات النجاح والنسبة المئوية كذلك للمراتب الأولى في الجزائر فأتمنى أن يكون هذا الفيديو قد أفادكم شكرا لكم وسلام عليكم